منذ الصباح كان هناك عدة أحداث في قبل ساعتين أو أكثر تقريباً كان هناك صافرات انذار في الجليل الغربي وقبل قليل أيضاً صافرات انذار في القطاع الأوسط للحدود الإسرائيلية اللبنانية وفق البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي كان هناك اعتراض جسم ما سماه جسم مشبوه على الأرجح أن يكون طائرات مسيرة وقبل قليل أيضاً حين ضوّت صافرات الانذار في القطاع الأوسط للحدود الإسرائيلية اللبنانية فهمنا بأن السبب هذه الانذارات هو إطلاق صاروخ مضاد للدروع وإطلاق قضاء فهون على موقعين للجيش الإسرائيلي أيضاً صباح اليوم قال الجيش بأنه استهدف خلية كانت تعد لإطلاق صاروخ مضاد للدروع على رأس النقورة في القطاع الغربي في أقصى الغرب للحدود الإسرائيلية اللبنانية وكان هناك استهداف لسيارة إسعاف أسفرت عن أربعة مصابين الملفت في الأمر بأن الجيش أو الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي كان قد أصدر توضيحاً بأن الجيش استهدف كان يستهدف خلية بينما كانت تمر تلك السيارة وبأنه لم يستهدف هذه السيارة التي أسفرت في النهاية عن إصابة أربعة يبدو بأنهم مدنيين وربما هذا التوضيح من قبل الجيش الإسرائيلي كان هاماً من أجل عدم فتح باب التصعيد من المعروف أنه وفق قواعد الاشتباك كان حزب الله قد أعلن بأنه عسكري مقابل عسكري مدني مقابل مدني وبالتالي ربما منعاً خشية من تصعيد إضافي لهذه الهجومات المتبادلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية كان توضيح الجيش ملفت بأنه عملياً لم يستهدف هذه السيارة وإنما استهدف خلية مسلحة كانت تعد لإطلاق صاروخ مضاد للدروع أموماً هذه من الأيام التي شاهدت تشهد توتراً منذ الصباح بالأمس أيضاً طوال الليل كنا قد سمعنا المدفعية الإسرائيلية تقصف بكثافة أماكن أو أهداف في القطاع الغربي في القرى المتواجدة بالقطاع الغربي في جنوب لبنان ويعني ربما هنا الآن الكلمة المفتاحية هي أخطاء في الحسابات بمعنى أنه أي خطأ في الحسابات أو إصابات مدنيين سواء من الجهة اللبنانية أو من الجهة الإسرائيلية قد يؤدي إلى تصعيد أكبر هنا على الجبهة الشمالية أيضاً الأمر اللافت الآخر هو استخدام المسيرات وإسرائيل لم تتعامل قبل ذلك مع حرب يكون فيها الكثير من المسيرات بعضها مسيرات انتحارية وتحمل رؤوس متفجرة وبالتالي هذا يضع تحدياً أمام القوات الإسرائيلية غير المدربة في حروب سابقة على استهداف هذه المسيرات رأينا منذ بداية الحرب على قطاع غزة محاولات لإسقاط مسيرات معظمها كانت قد نجحت إسرائيل بإسقاط هذه المسيرات التي تدخل ولكن حرب المسيرات هو عملياً أمر جديد يدخل على الحروب التي تمارسها إسرائيل لم يكن رائجاً عام 2006 مثلاً في حرب تموز مع لبنان كذلك أيضاً في قطاع غزة وداخل القطاع أيضاً يقول الجيش الإسرائيلي بأن هناك استخدام للكثير من المسيرات بعضها يحمل متفجرات وهي المدرعات الإسرائيلية التي تحتوي على آلية معينة للتعامل مع صواريخ مضادة للدروع لا تحمل آلية من أجل التعامل مع هدف عمودي أي سقوط بشكل عمودي من فوق على تلك المدرعات الإسرائيلية وبالتالي يبدو بأن حرب المسيرات بدأت هذه المرة وهذا يضع تحدياً جديداً أيضاً أمام القوات الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر